طبعا قرعة تلكم في دولية كبه تنبارح قول لي رأيك بشكل عام توزيعة الفرق مجموعة نادي الزمالك متوقع الفرق اللي قدت نادي الزمالك شكل البطولة والفرق اللي بقيت جديدة في البطولة في النسخة دي عكس النسخة اللي فاتت قول لي شايف الدنيا ازاي الفترة الجاية بص تحس ان القرعة السنة دي العصب زادت فق صعبة كتير يعني سنة فاتك كنت تحس ان الزمالك ونهضة بركان صحية من الاول القرعة واحنا عفينهم يلعبوا النهائي يعني لو مش يتعادي اما الرادي لأ لو بصنا على العربة على مجمعات لأففاك كتير يلعب نبصوا على مجموعة الزمالك لأول الاسباسفكيشن كنا يعني نخصص كلام على الزمالك الزمالك والمصري ونينبا والفريق موزنبيكي دا اللي هو ماتش بتاع تلاتة ضغفة تجيب جنف اوله يبقى سهل وخلاص وانا في القاهرة تشايلوه مسكول يعني نتكلم من اللحين والحظ الحلوه انت هتلاعبوا في اول مباراة ما هو دايما ان التصنيف اللي هو اللي هو بياخد تصنيف الرابع وفكرة انت حامل لقب بتاخد التصنيف الرابع اه دي حاجة لطيفة جدا المشكلة كلان دا وقعت مع افريق مصري بص في ليه وجهتين نظر وانت لازم تستفيد بالميزة بتاعتها وتبعد عن العيب بتاعها الميزة ان انت مش هتسافر هتريح عندك اه مش هتسافر انت مش هتسافر بس دي رطيفة هتلاعب في مصري وملعب هنا يا جميلة ودني عمل بس فيه حاجة تانية يعيب بقى ان الفريق مصري دا انت لما بتلاعب في افريقي هنا نسبة فوزك عليه تبقى كتبة جدا مالوش جمهور مش واخد على الاجواء مش 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 صحيح انما لما بتلاعب في مصري نسبة الفوزته خمسين خمسين اه حفزك وعارفك وعارف الملعب دا وعنده جمهوره خصوصا كمان ببقى نادي زي نادي المصري ده بقى نادي كمان اه نادي عريق كابتن عني ماهر عنده خبرات في البطولة خلاص صفقات جملة جدا ولعب كتير يعني عني ماهر نفسه لعب كتير قوي مع مصري ومع فيوتر لعب البطولة دي كتير فكابتن عني ماهر عنده خبرات وكلعيد طبعا عنده خبرات صحيح والمصري عمل صفقات قويسة جدا نادي مستقر فلما يكون نادي بالشكل دا زي فيوتر دي حاجة تديك صعوبة لازم اه ماشي اخد بالي قوي من صعوبة الموضوع بس كمان استفيد من الميزة اللي دهاني انه ده مش هسافر وعندي السفريات سفريات ان ينبا دي عف كلاسيكيات الكوبة لأفريقيا ده انه لا الفهيل اللي فاضل بقى نتكلم عليه الزمالك ومصري لو عايزين يعدوا مانش ان ينبا دا هناك دا لازم ليبقى مرحمة مانت تغلبش الفيوترين عشان نوصل بس في ناس بتقولك ان ينبا مش هو ان ينبا اللي انت عارفوا فالعيف دا دا لا كله اتغير كله جديد اصلا بس هما واخدين منها كده برهم سنتين ثلاثة عشان كده بتدوا يرجع له الصورة كانوا بيعدوا اوى خالد كانوا بيعدوا اوى يعني اه ما بالضبط ما في ناس واخدوا فكرة ان ينبا طبعا اسم كبير لكن ينبا بروا فوق الخمس ست سنين من بعد موتشم بتوعباس مورسي اللي هو خلصوا ولا خمس ست سنين اه ما فيش بتدوا يرجعه بقى فاتتوا السنة دي بتدوا يرجعه السنة دي بتديني الدوري شكل كويس بتغلبوا من بيفرزي نايتر دي باجل الفريق اللي بياخد الدوري عندهم دا وهم اللي من المركز التاني كيز بوابع منتوشة الفريق عنده لعيبة كتير جديدة بس وعنده لعيبة كتير نشئة صعيدة فمتدخبنا يجيبها للشباب اللي عمل النتائج كويسة بس ها الفكرة ان الفريق دلوقتي عنده لعيبة كتير برومسنج بتفرج عليهم اندير او ببراير اللي عيبة عارفة ان فيها اندير او ببراير بتفرج عليهم فدي دي مشكلة ان انت ماينفعش تدخل فريق زي دا عنده مواهب وعنده امكانيات بس السنة والخبرة اقل منك